ان شاء الله النهار ده هنعمل مع بعض أحلى سنية رؤاء طري من برم أرمشة ومن جوة طرية ومورقة والطعم طحفة بناتي حبيبي طريقتها سهلة وبسيطة وما بتاخدش أي وقت انتو شايفين الأرمشة اللي فوق ومن جوة فعلا طرية ومورقة ولو حد فيكو بحب سنيات الرؤاء تكون كلها طرية هاقول لكو تبقى طرية معاكو ازاي لكن احنا بنحب الأرمشة الجميلة اللي انتو شايفينها دي يلا بينا نشوف هنعملها ازاي اوعى تنسوا لايك واللي مش مشترك اتمنى يشترك نبدأ كلامنا بالسلاة عنها بي صلى الله عليه وسلم اول حاجة هنعصج اللحمة جبت الطاصة نزلت فيها بمعلقة كبيرة من السمنة ما حادش يقول لي زي ما احنا متفقين السمنة كتير ولا قليل السمنة دي حسب الرغبة دول بصلتين كبار ومقطعهم مكعبات زغيرة قلبت البصلة تقلبتين دبلت معايا حاجة بسيطة نزلت بالتوابل معلقة صغيرة فلفل اسود معلقة صغيرة بهارة لحمة ونس معلقة صغيرة قرفة بشوح البصلة وبنزل باللحمة ما بنحمرش البصلة بنتبلها بس نزلت بنس كل لحمة مفرومة بقلف فيها لغاية ملونها بيغير معايا في الوقت ده كده بتدخل في السوا اكون محضر الفلفل اللي انا هضيفه على اللحمة فلفل رومي اخضر احمر براحتك دقرني فلفل احمر ونص قرني فلفل اصفر كانوا عندي باردك بقلب تقلبتين في الوقت ده هدي في الملح وهديف كمان معلقة كبيرة سياسوس بتخلي اللحمة لها طعم تاني او الله يا حبيبي جربوها وهتقولوا وايدا قلتلي قلبت اللحمة تقلبتين عشان تشارب من الملح والسياسوس كده خلصت معنا هركناها على جنب يلا محضر سينية الكلاش قلاش ايه يا وايدا سينية الرؤية الطري حبيبي قلبي انا اول ما بجيبه بقطع كل التروف التخينة اللي فيه وبعد كده بسوي باردك بسوى السينية عشان السينية تطلع معايا مظبوط بجيب السينية وحط فيها حابة سمنة يكونوا حلوين وبدأ هنا بالشكل ده هجيب اول ورقة من الرؤية الطري وحطها في السينية قلت ايه ده هدني الحروف لا رحت جايبها لقطع بتاحت البتزا وقطعها بالشكل ده عشان تبقى نفس التدوير بتاحت السينية وممكن نقطعها بشكل تاني هوريكو دلوقتي الشكل اللي ممكن تقطعوها بي ويبقى افضل واحسن واللي احنا بنعينو ده مش بنرميه لا هوريكو ازاي هنستعمله بدهن وشه الرؤيقة بالسمنة وبحط كل اللي انا عنده في النص وبدهنهم بردك سمنة حطت الرأي التاني من الرؤيقة وبردك اللي تليع من الرؤيقة حطته في النص وبدهنها من السمنة انا مش ببله الرؤيق الطري يا حبايبي في ناس كتير بتبله الرؤيق الطري لا الرؤيق الناشف بس اللي بيتسقى او بيتبل بالشربة طريقتها سهلة وبسيطة لبناتي حبايب ايه اللي ما بيحبوش يخشوا المطبخ بصان قطعها ازاي عشان نسويها سوى الصينية بالشكل ده حاجة سهلة وبسيطة ولا لا وبردك اللي بيطلع منها بحطها في النص وبدهنها سمنة حطت من تحت يجي 3 اربع رؤيقات وحط اللحمة اللحمة دي حبيبي انا خدت نصها يعني نص كيلو خدت على سنية سنية المكارونة البشاميل وسنية الرؤيق الطري اكسم بالله انا كنت باع من نص كيلو اللحمة المفرومة على سنية المكارونة البشاميل بس واحدة حبيبتي جارتي هي اللي علمتني اقسم نص كيلو اللحمة على سنيتين الله يبرك له وبندف بقى الرؤات التانية وبرده كل راق بنحطه من الرؤاء بندهنه دهنه من السمنة بس دهنه تكون حلو انا مسيحة نص كباية من السمنة خلص خلصنا بقية الرؤات بندهن بردك الوش يسمى وبنقطحها التقطيع العادية هنكون مسخنين من فرن على درجة حرارة بالنسبة لي انا بسخنه على درجة حرارة 200 عشان الفرن بتاعتي زي ما قلت وحشة جدا الفرن بتاحتك حلوة هتكون على درجة حرارة 180 وكون الفرن قبل ما تدخل السنية سخنة جدا بحطها في الرف الوسطان بتبص عليها بعد ربع ساعة لو لقيت التروف بتاعتها حمرت بندفي من تحت ونولع عليها تشوية وعنهن عليها دي بضاية حطت عليها نص معلقة فلفل اسود حبة ملح معلقة صغيرة بكمبودر وهقلبهم مع بعض حلوة جدا هارب بالبيد هضيف عليها كوباية من اللبن الحليب هنقلب القليط دوت حلوة جدا ودي معلقة من السمنة قلبنا حلوة جدا هنجيب السنية ونسقيها بيها فيها حاجة دي حاجة سهلة وبسيطة يا ويد هباية بقلبي هي دي الطريقة بتحتي شايفين أنا بقلب في السنية ازاي عشان كل السنية والطروف وكل السنية تشرب من الخليط ومش بدخلها الفرن على طول لا أنا بسيبها امت خمس دقيق بره قبل ما دخلها الفرن الخطوة دي بتخلي سنية الرؤاء فعلا مورقة وطرية من جوه لو انت حب سنية الرؤاء تكون كلها طرية أول ما بتخرج من الفرن بندهن وشها بدهن من السمنة ونغطيها بأي كس تلاجة من فوق الوش ونسيبها امت عشر دقايق هتلاقي سنية الرؤاء طرية كلها معك لكن احنا بصراحة بينحبها بالجمال ده يلا بقى أسيبكم في رعاة الله